نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مبلله ومن يبلل فلا هادئ له وأشار الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشار أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لقد أنعم الله عز وجل على هذه الأمة ببعثة خير البرية وسيد الخلق والبشرية فبشرهم وأنذرهم وهداهم وأرشدهم إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة قال الله تعالى لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فعلى الله مكانته وأمر باتباعه وقرن طاعة رسوله بطاعته في كثير من الآيات قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمُنُوا أَتِيعُوا اللَّهَ وَأَتِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وقال سبحانه من يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ فَمَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ نَالَ رَحْمَةَ اللَّهِ تَعْلَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَا وَأَتِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ومن أراد الفلاحة فعليه بتوعة الرسول فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ومن اتبعه اهتدى ومن تركه ضل وغوى قل أَتِيعُوا اللَّهَ وَأَتِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلِهِ مَا هُمِّلَ وَعَلِيْكُمْ مَا هُمِّلْتُمْ وَإِن تُتُعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وطاعته سبب لمحبة الله ومغفرة ورضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أَتِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للعذاب والهلاك فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تُصيبهم فتنة أو يُصيبهم عذابٌ أليم أيها المسلمون جاءت الأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الأخذ بسنته والعمل بها والتسليم لأوامره والتصديق بأخباره وما آتاكم الرسول فاخوزوه وما نهاكم عنه فانتهوا وسنته صلى الله عليه وسلم كل ما ساح عنه صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ فان أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع عميلي فقد أطاعني ومن عصى عميلي فقد عصاني متفق عليه وبيّن أن الاتباع له من أعظم أسباب دخول الجنة والسلامة من النار فان أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري عباد الله أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن أقوام يعارضون سنته ولا يعتمرون بأمره ولا يقتدون بفعليه ويفرقون بين القرآن والسنة ما أن السنة لا تعارض القرآن فهي مبينة له وموبحة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون والسنة وحي كما أن القرآن وحي فأن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحله وما وجدتم فيه من حرام فهرموه رواه أبو داود وصحاه الألباني فلا تجوز معارضة سنته بالعقول والأهوى ولا ردها لقول أهد كائنا من كان فأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لا رأي لأهد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفاها لكا وأن أبي قلابة رحمه الله قال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دع وهاته كتاب الله فأعلم أنه ضال عباد الله يجب على كل مسلم أن يحضر من نسبة حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه خصوصا مع سهولة نقل المعلومات عبر وسائل التواصل فيجب التأكد والسؤال والبحث والتحري قبل نشر المعلومات حتى لا تكون مشاركا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدخل في الوعيد فأن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متفق عليه ومن تساهل في ذلك خشي عليه أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب وهو أحد الكاذبين رواه مسلم من حديث سمرة رضي الله عنه عباد الله إن من حفظ الله تعالي لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن هيأ لها رجالا ونساء يحملونها إلى من بعدهم وينقلونها كما جاءت وعلى رأس هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم من حمل لنا هذه السنة فالواجب معرفة فضلهم والترد عنهم فالطعن فيهم طعن في شهودنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طعن فيما يروونه وينقلونه إلينا من الدين وكذا من بعدهم من التابعين وأتباعهم وإمة الإسلام وأهل الحديث الذين بذلوا الغالي والنفيس وقطعوا الفيافية والبلدان وأفنوا العمار والأبدان في هفزها ونقلها وشرحها وترتيبها وتقريبها فمن يزولان الصحيح من الضعيف والصدق من الكذب حتى جاءتنا هذه الأحاديث وروايات سهلة بين أيدينا مسترة مدونة فجزاهم الله عنا خير الجزاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه حتى يبلغه فربحامل فقه إلى من هو أفقه من وربحامل فقه ليس بفقه رواه أبو داود والترمذي وحسنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذم فأستغفره إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضا إرنجاك فوسين السلامي إرنه كون خطوبة أغسلن يرسين ودرزا كانوا النبي صلى الله عليه وسلم أسننا سي السلامة رئيلا النبي صلى الله عليه وسلم سننا مديني النبي سننا نغتقى نتقى ننبي tangible وليغ نتقى 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 نبه جوان Zero وأنا يقة انا هناك ما٠ كان النابي صلى الله عليه وسلم يعتقى نسي من أن نبي broke كل شيء نبي بmic Josh آدن États released بأن دائن الصو geography که عندنا يبطي المناقه وريخام الأره ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر